مرة أخرى يعود الجدل حول ملف إدارة مطار النجف الأشرف الدولي بعد قرار مجلس الوزراء بتغيير المدير المؤقت للمطار والذي جرى تنصيبه بعد حل مجلس إدارة مطار النجف السابقة على خلفية اقتحام المتظاهرين لمبنى المطار في حزيران الماضي أعضاء من مجلس محافظة النجف عدوا القرار مؤامرة قادها بعض أعضاء مجلس إدارة المطار الملحلة لأن المدير السابق كما يعتقدون كشف ملفات فساد كبيرة واتهموا الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتواطئ مع الفاسدين هناك ملفات فساد كثيرة منها مدرج المطار ومنها القاعة مع صالة استقبال المسافرين وهناك عقود اكتشفت النزاهة في هذه الأيام الأخيرة عقود شراء آليات ومعندات معينة تجهز إلى مطار النجف ومدفوع لها أموال ملايين الدولارات وهذه العقود لم تنفذ لحد الآن منذ سنوات وكثير من صور الفساد موجودة في مطار النجف صرع نفوذ بين قوى السلطة في النجف هكذا وصف ناشط المحافظة ما يدور في المطار وهددوا مرة أخرى بالنزول إلى الشارع إن بقيت الأحزاب متناحرة على المطار الذي صار غنيمة تغري تلك الأحزاب بالسيطرة على موارده هو مركز لتمويل الأحزاب حقيقة وإن كان المطار على المستوى المحلي لكن الأحزاب الحاكمة في محافظة النجف أو في المركز في بغداد لا تفرط أبدا في أن يكون مطار النجف ذو إدارة مهنية رصينة تعمل لصالح الشعب ملفات فساد كثيرة وكبيرة في المطار يكشف عنها بين فترة قصيرة وأخرى أقصر منها والغرابة التي يعبر عنها النجفيون هي حول موارد المطار الهائلة مقابل تجهيزاته البسيطة وإن تذهب تلك الموارد من النجف محتز العبودي الفلوجة ترجمة نانسي قنقر